عدمات شباب المتظاهر ومشكورين على ما طرحوا حتى تنعاد الثقة بالعملية السياسية يجب تحقيق الأركان الثلاثة تحقق أنثين منهن إذا الحكومة جدت حزبية ما راح يصير شرعية أو منقول شرعية تشكيل الوزارة اللي علاوي بما جاي تحدث به قاعد يمشي بهذا الطريق بهذا الطريق بهذا الطريق 100% والاعتراضات لأنه ما قاعد يستجيب لبعض الكتل السياسية ما راح أسميها الخاطرك بمسمياتها نقول الكتل السياسية مشتركة ما يقبل يستجيب لها بترشيح مرشحين وزراء حزبين من عدها ومصر على تقديم كابينة الوزارية من كلها من المستقلين وراح يقدمها يوم السابق سادة محمد